نحن الآن أكو قيود على الاقتصاد العراقي نتأمل هذه القيود تخف من نطلع من البند السابع الآن أكو ديون علينا مستحقة لأفراد ولحكومات ولشركات فهذه ستصير علينا مشكلة وهي قائمة حاليا بس مدى نقدر نواجهه الناس تطلبنا بس نحن مدى نوفيه خروجنا من البند السابع هذا يطينا مونة لأن نتفق ويالدائنين يعني هذا صرف الدينار العراقي راح تأثر إذا خرجنا فعلا من البند السابع يتحسن إزاء الدولار أشك لأن مشكلتنا بالعراق مو هو البند السابع مشكلتنا بالعراق بالإنفاق الحكومي الإنفاق الحكومي دي يوالغ بي دي يتوسع بشكل كبير جدا فالآن تجينا إحنا 80 مليار أو 70 مليار على الميزانية ونضطر نصرف أكثر منها لمواجهة نفقات الحكومية زي أن هذه لما تنزل هالكميات الكبيرة صحيح دي نستور السلع والسلع العراق الآن سوقها مترعة بالسلع لكن دي يصير إنفاق كبير وده يصير بذخ أكثر من اللازم ولا ما نقول على الأشياء غير القانونية ما هيدا تدخل به نعم بكتورة حساب التلفزيون يطلعون الناس بساطاء يقولون معقول هذا اللي يصير بنا وحنا أغلى دولة في العالم هل فعلا أننا أغلى دولة في العالم بما هو تحت الأرض أغلى دولة في العالم بس ما كلها مستخرج نستخرج بما يكفينا يعني لو كان أكو إدارة مالية أنا ما هيدا أضطر أدخل بالجانب السياسي بس لو كان أكو إدارة مالية سليمة ما تستجيب لمجرد إرضاء الناس كان عندنا سنان الشبيبي وانتبرت عالم في تصريحات اي 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 أنا أقولها رجل عالم عالم بس عالم بيش بالاقتصاد الرياضي هو سنة 83 طلع من العراق في آذار 83 طلع من العراق وما رجع للعراق ولا صارت لأي علاقة بالعراق إلى أن جابه برايما سنة 2004 فما عنده يعني ذاك الاطلاع الكافي خلال هالسنوات اللي مضت على الوضع بالعراق هو عندي سؤال أحمد الشلبي دائما نعترض على السياسة النقدية والمالية والموازنة هل ينفع أحمد الشلبي وزير المالية؟ والله أنا أعتقد شقد ما يبعد عن القضايا المالية كنوان كن أكثر راحة لكنه عالم رياضيات رياضيات شنو بأعلاقتها بالسياسة النقدية أو هذا الشيء مغلونا من رياضية، أعتصاد حفظيات سياسة النقدية هي مزيج من السياسة المالية هي مزيج من السياسة كسياسة بوليتيكس ولكن أنا مثلا إذا بالإيكانماتيكس عالم فأصلح للجامعة وإذا هو السيد أحمد الشلبي يصلح يمكن للتدريس أو يصلح إلى أي مركز بحوث كم من هذه المواصفات تنطبق على عبد الباصد تركي؟ لا رجل عبد الباصد تركي يعني هو حل مؤقت يعني للوضع الرجل مخلص يريد يسوي شيء بس عبد الباصد هو مراقب أكثر مما هو منفذ هو رئيس ديوان رقابة؟ أي مراقب مراقب على نفسه؟ مراقب حسابات يعني المراقب القانونية للحسابات وهي طبعا أكو بيها إشكال دستوري أنه ميصي المراقب هو يكون نفسه سلطة تنفيذية البنك المركزي جزء من سلطة تنفيذية لو قلنا أنه في ثورة ديمقراطية في صحوة ديمقراطية ورجعت حضرتك رئيس البنك المركزي جزء إن شاء الله ما تصير ما تريدت صحوات؟ الصحوة اللي تعجعني للوظيفة إن شاء الله ما تصير ما أقوله؟ طيب دكتور بس قولي أنت بالسجن اللي قضيتها سبع سنين شنو بيتفكر؟ أفكر بس يحسن قضية بالمالية تفكر بإيش؟ قضيت سنة سجن مفرادي إحناك أنت تفكر بالدقائق اللي يسمحولك تطلع بيها من الغرف الحمامات وتفكر بالوجبة الأكل اللي يجيبوها يعني الذهن يتبلد بيها بس ما تقدر تمنع نفسك أيضا وتنسرخ من تاريخك يعني أنا اهتمام حياتي كلته كان الاقتصاد والنقد والمالية العامة وإلى آخره فلازم أفكر بيها بس هناك ما عندنا معلومات يعني أنا ما أقدر أرصر إلى نتيجة إذا ما عندي داتا إذا ما عندي معلومات الاختصاد مو إن شاء يعني مجل تشوفون تلفزيون ولا يطلقون جرائد؟ بالبدايات الأولى بالأول سنتين ماكوشان ولا ورقة ولا قلم؟ والورقة والقلم كانت لما ريد نكتب رسالة الأهنة يطلون إياها نكتب بيها ورجع لهم ولا مسكت فلوس كل الفترة؟ لا ما شفتها أبداً ولت أرب العملة تغيرت؟ إلى أن نقلونا إلى سجن الكاظمية آخر سنة قضيت بسجن استخبارات الكاظمية فشفنا الورقة النقدية من بعيد الورقة النقدية العراقية يعني ما دخلت تجوبكم؟ لا 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 ولا تجوب حتى أبداً 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 ضيب دكتور قل لي منه رفاقك بالسجن كانوا؟ والله القريبين من يمي كان مثلاً سلطان هاشم حسين واشيد عام السعدي بس طلع قبولنا عام الوزير النفط ونتبدل يعني أنا أقول لك بالنسبة لي يعني 11 زنزانة دخلت فمو دائماً أكثر وقت كان يمي طاهر العاني يعني تتبدل بس وحنا كنا بالبداية حوالي 181 شنو شنو تتناقشون؟ والله أكثر ما كنا نتحدث عنه هو تبادل اللوم اللوم؟ اي تلوموا بعثكم؟ اي إنه إحنا أخطأنا وكان لازم يكون موقفنا غير الشكل من صديقك المقرب منهم كلهم؟ والله ما لأسف ما قدر أقول منو بهم تكرتصفة بأنه بواشا؟ أوه بواشا وات كل شي هوية والله؟ اي والله كل شي هوية يعني سلطان بواشا حسين رشيد بواشا طاهر العاني بواشا يعني ما اللي تصرفوا وتصرف شوي بي نزق كلش قليلين يمكن أصابع ليد الوحدة بس كانوا مفخرة ووقفوا مواقف رجولية كلي زينة طيب دكتور حضرتك هادي جدا الناس متعرف أنه حضرتك خالق عبد الرحمن عارف عبد الرحمن عارف كان هادي يبدو أنت ما أخذ من عبد الرحمن عارف أبو قيس أكثر من ما أخذ من أبو أحمد أبو سلام عارف ثلثين ورد على الخالق أنت على من؟ على أبو قيس وراء يعتقد أنه أنا أقرب إلى خالق عبد الرحمن حتى اللون مع البشرة أقرب إليه طيب موضوعة أنه قتلة تتبادلون اللوم الآن لمن توجه اللوم على ما حصل؟ وراء كلتنا كنظام كنا ملومين كلتنا ملومين يعني كان لازم من اتجاه هذا الاتجاه إحنا جينا على أساس ده نخدم ولكن للأسف الشديد خدمنا أنفسنا أكثر مما خدمنا شعبنا خدمتم أنفسكم؟ أكثر مما خدمنا شعبنا هل هذا القول ينطبق عليك تماما؟ علي؟ يعني بجزء من الكل يعني أنت كنت مؤمور ولا كنت حر في اختيارك؟ لا، أنا أبداً مو حرب اختياري يعني أكو كثير من نقاط السياسة النقدية كان لازم تكون غير شكيل كنت أتمنى أن تكون غير شكيل بس ما كنت أقدر والسبب مو شخص رئيس الجمهورية بل إنما الوضع العام هو هي الشيء الوضع العام عدنا كان وضع معقد بسبب الحوب بسبب الحصار فكان من الصعب علينا جداً أن نشعر بأننا حرار باتخاذ القرار مسؤولية كل شيء كبيرة قلت لك مبالغ البطاقة التموينية كنا لا نقدر نوفرها بالتجارة الحدودية بخلق بعض التعليمات مع الأمم المتحدة بتهريب كميات قليلة من النفط كنا نبيع برميل النفط بـ 12 دولار في حين هو بالسوق العالمي كان أكثر من 50 دولار ولكن هذا يأثر أوبا كانت تعترض على هذا الموضوع لا لا ما كان أكو اعتراض سوية لأنه كميات قليلة وإحنا قدنا حصة يعني إحنا من حقنا نصدر وبالتالي كان سعر برميل الساعد بذلك الوقت كان أكثر من 50 حوالي 60 دولار وصل إلى مرحلة 100 دولار بعدين صعد لـ 100 دولار بس إحنا كنا نبيع بـ 11 بـ 12 دولار إنه إحنا كنا بـ بسفن صغيرة تمشوا بالشاطئ الإيراني الشاطئ الإيراني يشيلون شهادة المنشئ ويسروا نفط إيراني وتمشي إلى أن يصير مقابل دبي فالفرقات الأمريكية من تعبو وذلك المهربين عندهم شبكة أعوذ بالله منها يعني مشبشين مثل ما يقولون حتى على القوات الأمريكية يعرفون هذا بفنان ساعة تطلع شيء هو يطفر منها الجهة إلى الجهة الأخرى طيب دكتور أريد أسأل على موضوع المديونية شكت كان مديونية العراق على الأقل في الحرب العراقية الإيرانية أي إحنا دخلنا الحرب العراقية الإيرانية وكان عدنا أرصدة بالمصارف خارج العراق حوالي 35 مليار دولار طلعنا من الحرب وإحنا مدينين بحوالي الأربعين مليار دولار فمعناها حوالي أكثر من سبعين مليار دولار تحملنا نتيجة للحرب العراقية الإيرانية كم كنا ننفق في اليوم الواحد على والله صعبه بالنسبة لي لأنه يعني ننفق تقصد إنفاق داخلي